ونستمر مع الصفحات الوطنية المصرية وفبركاتها حيث أنها تروج لتصميم لغلاف مجلة تايم الأمريكية وعليه صورة الرئيس التركي مع تعليق يقول مجلة تايم تختار إردوان رئيسة تركيا كإرهابي العام لـ 2020 ورغم أن القصة برمتها كاذبة إلا أن بعض التعليقات كانت مضحكة مثل مبروك يا رجب شهرتك وصلت العالمية يا موكوس مجلة تايم لا تختار إرهابية العالم ليس لديها تصنيف من هذا النوع لكنها عادة ما تختار شخصية العام وهذه السنة وقع اختيارها على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالتوازي